تعيين لريني بايلر كمديراً فنياً للمدير أهلي خلال هذه الفترة إيه رأيك أولاً في هذا الموضوع؟ والله كالتبن الإسلام إحنا من عادتنا كلعيبة بنتكلم في الجزء اللي يخصنا الجزء اللي بيشغلنا إن إحنا بنتمرن بنعمل شغل هنا بنتمرن كويس بنحاول نقاطر على كل مباراة نكسبها لكن جزء اللي خاص بالشق الإداري ده تابع للإدارة وتابع لللجنة الكورة ولجنة التخطيط والمسؤولين فده جزء ما بيخصناش إحنا كل مهمتنا إن إحنا نساعد المدير الفني الموجود برافو عليك إحنا إحنا اللي اتنين بنكمل بعض سواء مدير الفني أو اللعيبة والمجلس الإدارة وجمهورنا إحنا كلنا هدفنا إن إحنا نخلي اسم النادي في أعلى مكان دائماً ورقم واحد فأنا شايف إن إحنا الراجل عليه دور طبعاً وكل حاجة لكن إحنا علينا دور كبير مهم كلاعيبة لازم نساعده لازم إن إحنا كل العيب يقاتل على مركزه يعني أنا في النوع اللي ما بعرفش أزواء الكلام شواء على الهوى فبحبت بحب أتكلم بصراحة دائماً فضل طبعاً إحنا علينا دور كبير كلاعيبة الفترة اللي جاية عندنا لعيبة كتير جديدة عندنا لعيبة كتير بقالها سنة سنتين النادي الأهلي كبير جداً النادي الأهلي يستاهل إن إنت تضحى علشانه بجد مش تضحى علشانه بالكلام النادي الأهلي يستاهل إن إنت تقاتل علشانه لآخر دقيقة النادي الاهلي يستهل ان انت تبقى مخلص من جواك بجد مش مش كلام شعارات نقوله او كلام يتداول قدام الناس لا محتاجين الفترة اللي جاية نبقى اكتر حب واكتر اخلاص واكتر تضحية للنادي عشان خاطر نقدر نحقق البطولات والالقاب اللي احنا محتاجينها هو ده الطريق اللي يوصلنا البطولات والالقاب فان شاء الله بنتمنى التوفير المدير الفني جديد الرجل لكم ايه في الاول يا سعديني دايما بتبقى اول مقابلة بتبقى معرفش صعبة سهلة لا هو الرجل وشو بشوش يعني بيتكلم بمريح مش مش من النوع اللي هو المفعلات هو عايزة تتكلم بصراحة اه لا هو الرجل اسلوبه كويس اتكلم بشكل كويس قدي انا جاي هنا عشان خاطر اسعد المجمع والمجمعات ساعدين ان احنا محقق البطولات والالقاب انتو بتلعبوا في نادي كبير ماشي على طريق بطولات والالقاب نتمنى ان احنا نستمر عليها فهو كل كلامه ان احنا بيفكر ازاي يضيف للفريق الفترة اللي جاي ويساعد اللعيبة ان اللعيبة تقدر تحصد كل البطولات والالقاب يعني وده بيبقى هدف اي من دور فني جاي لكن زي ماقول لحضر كابتن الاسلام هو عليه دور واحنا علينا دور ان شاء الله الفترة اللي جاي دور الاكبر على اللعبين تياني انا بشوف ان الدور الاكبر علينا كالعيبة يعني انا بشوف ده لازم لازم نتكلم بصراحة احنا عندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة كويسة عندنا عناصر كتير مميزة النادي وفر فترة لفاتة الاحتياجات الفنية لمعظم الاماكن الموجودة في الملعب يعتبر فرقتين مكتملتين لكن علينا دور كبير الفترة اللي جاي احساسه الاخلاص للنادي الاهلي بجد مش مبقاش كلام شعارات لازم نخلص للفرقة ونخلص للنادي نحب النادي بجد ونتعلم من الناس اللي سبقونا نمشي على خطاهم يعني ده يوصلنا اللي احنا عايزينه ان شاء الله اي رأيك في الصفقات الجديدة سعد يعني انا دايما لما باجي حتى اتكلم مع الناس من خلال من خلال ملعب الاهلي فبقول ان الصفقات بدأت من شهر يناير السابق مش من الثلاث صفقات الاخيرة او انا بعتبرهم اربعة بتمديد اعارة رمضان صبح ولكن بداية من يناير والغاية دلوقتي اي رأيك فيما حدث داخل النادي الاهلي والله كبير من اسلام يعني طبعا احنا بتمنى اي حد يضيف للفرقة بس هو انا ما بيفريش معايا اسم الصفقة او سعرها او رقامها قد ميفر معايا شخصية اللعيب اللي جاي بروفو عليك لان الجمهور خلي بالك معلاش ناسف لكن الجمهور بيبقى دايما مستني ان انت تعمل اش عارف 30 صفقة تخش في صراع مع النادي الفلاني من ميست النادي الاهلي بيحافظ على القوامه دايما خلي بالك ابتال الاسلام لو تشوف اخر 7-8 سنين التشكيل النادي الاهلي اعتبر سابت اتغير السنة اللي فاتت بس يعني فيه لعيبة بان 7-8 سنين بنلعب مع بعض في المالعب اساسي اه يعني انت تقصد ان 6-7 6-7 موجودين بتغير 3-4 على حسب يعني كنت نحن فتح بلعب او شريف كرامي وانا حجازي نجيب او انا ورامي او المجموعة اللي موجودة جان علي معلول بقاله سنة 2-3 دخل بعد كابتن حسام غالي السلية كان بعشور وكان موجود بقى مؤمن وليد وكان موجود عبدالله وكان موجود قاعد في التشكيل ده فترة قاعد فترة كبيرة فالنادي الاهلي تشكيله سابط يعني ودي من مست النادي الاهلي طبعا بتارت لظروف كتير حصلت بتارت يحصل تغيرات في شكل الفريق فبتريت دخل عناصر جديدة ونمازج جديدة هي هنا النقطة ان احنا يعني لازم اذا ما بقوله ايه يحصل اندماج للناس دي كلها ان انت اخرج افضل حاجة لفرقة فأي صفقة بتيجي النادي الاهلي احنا بنتمنى انها تبقى اضافة فيه ناس كتير تفتكر ان اللاعبة بتغيروا اللاعبة طبعا فيه غيرة فنية في الملعب لكن فيه حب للنادي الاهلي هو اللي بيبقى انت نفسك اللاعبة دي توصل لأعلى مستوى طول ما الفرقة ماشى كويس وبتكسب والنادي الاهلي بيقدي وبنكسب بطولات ده في مصلحتك انتك العيب يبقى العيب يعني لما اخذ يعني ايه عويت اللي هم بيلعبش او الحاجات اللي انت عارفها دي فالفرقة تمشي وعيش لا انت من مصلحتك ان الفرقة تفتل ماشى كويس ان الفرقة تكسب لان طول ما انت بتلعب والفرقة بتكسب انت مستوىك بيزيد اسملك بتزيد اسمك بيقبر لو انت ما بتلعبش وبتخش على الفرقة والفرقة بيكسب فرصتك احسن انت تنصعد غير لما تي骗 تخش على الفرقة والفرقة ويواقع فالقديم واللي بقى له فترة في النادي فهم الكلام ده كويس من مصلحت اي حد لازم النادي اهلي يفضل مش في شيء كويس النادي اهلي يفضل يكسب على طول ده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه على طول برافو عليكم ده اللي انا كنت حسألك فيه هل انتم بتتكلموا كأكابات للفريق الخامسة الكبار موجودين بقالهم سنين يعني كبار سناً وتاريخاً وكمان بقالهم فترة طويلة جداً موجودين في النادي احنا تعلمنا كابتن السامن اللعب الكبير ده ده مساعد للمدارب يعني اللعب الكبير الموجود مساعد ومساعد لمدير الكرة ومساعد لأي مسؤول في النادي الآن احنا تعلمنا كده كان الكابتن المتركة بيعملوا الدور ده كابتن والجومعة كابتن بركات كابتن ساد معاوض الناس دي كلها كان بتقوم بالدور ده كابتن عماد متعب الكابتن عسام غالي عسام غالي بالنسبة لنا ما كانش مجرد لعيب معنا كان كابتن وكان مسؤول عننا وكان عماد متعب كان نفس الكلام فده اللي احنا تعلمناه فاحنا بنحاول نكمل على الكلام ده دلوقتي ممكن فيه صور ما تبقى الظهرة للناس لان مش كل حاجة هنتكلم فيها هنتطلع نقول لي احنا بنتكلم او بنوجه لكن ده بنتكلم فيه مع اللعيبة لان في الوافل اخر مصلحتنا انا مصلحتي ان اشوف اللعيبة كلها في احسن صورة اللعيبة كلها واصل فورمة كويسة بنكسب ماتشاطنا كلها باريحية بناخد بطولتنا كلها فده بنتكلم فيه على طول يعني الصداقة والزمالة والقرب انتو بقى لكم الناس بقى لك معاهم فترة طويلة جدا اعتقد بتفرق كتير يا سعد الحاجات دي واحد زي حسن السيد واحد زي ما انتا قلت اسماء كتيرة جدا